8 يونيو 2021 اليوم اللي بنحتفل بيه بمرور سبع سنوات على حكم السيد رئيس عفتاح السيسي وتولي فخامة السيد رئيس عفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية كان في نفس اليوم ده في 2014 في ظل هذا الاحتفال وهذا اللي دايما أنا قلت في المقدمة نحن عايزين نتذكر مع بعض اللي قام به الأياد المصرية والشعب المصري في تطوير بلده في كل المجالات وعمل المشاريع القومية الكثيرة في كل المجالات ما سبناش مجال واحد من ضمن المجالات الهامة جدا للشعب المصري هو صحته طيب احنا عملنا ايه في خلال السبع سنوات اللي فاتت دي؟ يا مصريين بأدينا وبقيادة السيد رئيس عفتاح السيسي عشان نوصل ان احنا الخبراء ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد كانت بتقول في بعض التصريحات انه بسبب العدد الكبير من المبادرات اللي عملتها الدولة المصرية قبل كورونا خلتنا ان احنا نخش وباء كورونا بعدد اصابات اقل وعدد وفيات اقل نفهم الكلمتين دول مع مين؟ مع ضيفي اللي منورني في الاستوديو الدكتور احمد شهين عدو اللجنة الصحة بمجلس الشيوخ واستاذ علم الفيروسات مساء الخير يا فندم اهلا منورنا حضرتك ازا حضرك يا دكتور؟ تمام اهلا بيك يا مرحب دكتور لو خلينا يعني بعد اذن حضرتك كده نفتكر مع بعض احنا النهاردة بنحتفل طبعا بمروز سبع سنين لفخامة صيد رئيس عفتاح السيسي ولكن بنقول في نفس الوقت ان اللي عمل والانجازات هي المصريين نفسهم نعم فابتدينا بموادرة 100 مليون صحة وعملنا المبادرات الخاصة على القضاء على قوائم الانتظار وقدرنا نقضي على فيروسي وبنعمل التأمين الصحي وعدد كبير جدا من المبادرات وعدد كبير جدا من المجهود الكبير في خلال السبع السنين دي لو حضرتك نبتدي نحب نقول ايه بداية كده اولا يعني الحياة طبعا انا كنت بكتب في مقالة وقولت انا اذكر حقائق وليس يعني الحاجة اللي قدامه لم لمسها كمواطن مصري وكطبيب مصري لمسها الحياة لمست جهد صادق وامين يمكن اول ما بدأ سيدة الرئيس بدأ باركان الدولة وتثبتها والامن والامان واستعادة الشخصية المصرية ورهبة الدولة استعادة المؤسسات اللي هي شريين شريين العمل شريين الكفاح في مصر والانتاج المؤسسات والهائيات المصرية الحاجة بقى اللي كانت بقى لها يعني مزاق خاص اللي هي المبادرات نعم كلمة مبادرات دي كانت حاجة روعة جدا 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 يمكن من الجميل اللي نحن نقول ان مبادرة حتى قبل حتى ما بدأ كلمة مبادرات بقول ان المنظومة الصحية لم تشهد يعني اسراء ولم تشهد رعاية ولم تشهد قوة كما حدث في هذه الايام يعني بدأت سنة 2019 كان المنظومة الصحية كان الميزانية بتاعتها كانت مية خمسة وسبعين مليار عشرين وواحد وعشرين زادت لمتين وواحد وعشرين مليار يعني اصد المنظومة الصحية بدأت في زيادة يعني مضطردة من مية خمسة وسبعين لمتين وستين مليار بزيادة سبعة واربعين ونصف المية ده شيء عظيم جدا في وقت كنا في امس الحاجة فعلا لهذه المبادرة للمنظومة الصحية كنا يعني في حين كان العالم يمكن حتى شهدنا العالم المتقدم والشهد كلهم يعني يكاد يكون انكسرهم او المنظومة الصحية بتاعتهم تكاد تكون كذا وكذا من حتى معظم الدول كانت مصر في هذه الاونة بتدي معونات للصين وودت معونات لامريكا وودت معونات لكل الدول والعربية يعني احنا قصد كان عندنا حتى يعني من الطاقة اللي تكفي بلدنا بل كنا كنا بنيدي بعض الدول الكبرى ده هذا وده حضرتك بدون معونات كلامك راجع لعملية التنظيم داخل المؤسسات بالضبط اه 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 تنظيم وتصالح بين المؤسسات ويعين القيادة السياسية على او رؤيتها الواضحة لطبعا لمصلحة الشعب وصالح واصلحة لصحة الشعب وصحة المواطن يمكن المبادرة 100 مليون صحة دي يعني انا بقولش دي المبادرة دي يعني الحقيقة انا بقولش عليها يعني ما عادش عليها حملة انا بقول عليها ملحمة شاهدة بها العالم كله وانكن من الضمط الصح العالمية اشادت بهذا الامر ده شيء طيب جدا جدا احنا كنا اول بداية مبادرة 100 مليون صحة اللي هو الفيروس سي احنا كنا ما نشوف امر غريب كان يكون لنا يكمل مثلنا من صديقه من حبيبه وكذا وكذا واخه وخالي كانت الوفيات عالية جدا جدا ومجرد الحمد لله ربنا كرمنا بهذا الامر حصل ارتياء حتى الشعب كله تنفذ الصعداء ويبيسني على هذه المبادرة ان ربنا انا عملينها بها دكتور احمد احنا كنا اكبر دولة في العالم في عدد المصابين بفيروس سي سي مصبوط صح كده ايوة وقدرنا في خلال وقت قد ايه تقريبا مبادرة القضاء على فيروس سي هي يمكن هو عشان اخلاص النية نية اولا القيادة الحكيمة والقيادة السياسية الوعية وحرصها الاكيد على صحة المواطن طبعا وطبعا كان كل الملتزم انا كنت واحد من الناس مثلا استاذ في الجامعة ولكني كنتني في قلب المعمة في قلب المعمة هذه الامور وكنتني بوشارك زي زي اي عامل او زي اي موظف يعني كنت الحياة يعني في كل مكان اليما وجدناه من اخلاص من فوق فكان دون كله هزا النظرة كانت تعوم على ما تحده حضرتك مبادرة ميت مليون صحة كانت بالفعل فحصت حوالي خمسين مليون مواطن مصري نعم كان من ضمنها المبادرة اللي داخلها وهي القضاء على فيروس سي صح كده مصبوط مصبوط تمام والحمد لله يمكن يعني يكاد يكون النظرة مش فيروس سي بس لحنا قضينا الحمد للربنا كرمنا والنسبة قلت لي الى ما شاء الله يا ريتا دكتور باعلي حضرتك بس خلينا نوضح للشباب للجالة الجديدة اه احنا كنا بنعني قد ايه من موضوع فيروس سي ده اه كان وفيات نسبة عالية جدا كارسية وكاد مش هنقولي وفيات المصاب بهذا الامر بيعمل ايه كان بيزرع كبد يأم مثل شري علاجات يسخل كاهله كان بيرعي من دكتور لدكتور لدكتور وما فيش امل امل يائس وكان هو عارف نفس المريض من مضاعفات هذا المرض طبعا امنيتي طبعا اشوف ولادي الاطباء حتى صار الاطباء اشوف ولادنا كلهم انه هم يعني 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 يبزلوا جهدا ويشوفوا يعني اذا صدقت النية وجدنا النجاح يعني كل انا اعتقد انا كلنا كنا يهد واحدا كنا في شوارع وكنا تجمعات في اي مكان كنا طبعا بناخل عباء البادلة وغير بادلة وغير وغيره ونقعد مع الناس في علاجاتهم وما الى غير ذلك هيك طبعا كان ماخه مشرف جدا حفظتك ويريت ادنا على الفيروس سي بس نعم ومعاه عندنا تطعيم عشان ما يجي للمريض فيروس بي او ما يجيش للمواطن فيروس بي وده شيء عظيم جدا احنا يعني هو اي و بي و سي خلينا نوعي اكتر نفهم قبل يعني عندما ال اي و ال بي و السي ال اي دي اللي هو طبعا الخامسة الالف ده بيجي الاطفال الصغيرين وبيعملوا صفر التفاة بسيطة ويروح اه يعني حتى نادر اه بفترة من فترات ونادر ما بيعمل معوقات للانسان نعم ولكن اخطرهم فيروس سي و بي عظيم يعني فيروس ما بين بي و السي خلينا نوعي اكتر اه والله فيروس فيروس سي خطر جدا جدا يعني هو شموله بيكون اوسع طبعا لا لكن بينتهي بي طبعا الكلة بيحصل لها يعني بيحصل لها ضمور او انشئتها فقول بيتفقد وظيفها فبالتالي طبعا الانسان بيكاد يكون موانتعا منه ما عندنا شحنة بقى غسيل كلوي ولا عندنا مثلا وعاية اخرى يعني كلا عندنا حالتنا كلا واحدة بس انتهت بانتهى النسان بانتهى الانسان دي حضرتك عايز نوضح للسادة المواطنين نعم المشاهدين نعم انه كان اللي بييجي لوفيروس سي ده معناه انه هو ما كيش امل فحال اه يعني كنا قبل المبادرة كنا بنقول يا رب بسطر وبنيدي علاج والعلاج بيطول ابصر انه يخف وابصر انه هو يأخذ منحانا كان نسبة كم في البيئة كان ممكن يعدي وممكن نسبة كم في المئة يعني صحلة وفاة لفضل يعني طبعا احنا بنسبة عندنا هنا في مصر طبعا يعني برضو كان نسبة العدي وعلي جدا لأنها كانتش عندنا الوعي الكامل اللي نحن بقوله الوعي المواطن هو عبارة عن اللي هو المنشود الأكبر يعني حكاية الحلاءة وحكاية الكذا وحكاية التهارة وحكاية السنان وكلمنا عن هذا الأمر كتير وبرضو كانت تحدث الأصابة بشكل متسارع طبعا احنا بنقول بعد 25 سنة من أصابته الفيروسين لما أخدشه له والنفسه بعد 25 سنة بتبدأ الكبد يتأثر بعد 30 سنة بيبدأ الكبد يخش على دورة الفشل 50 سنة أو 40 سنة ممكن الكبد ينتهي وبانتهاء وطبع ينتهي الإنسان أما فيروس بي فيروس بي أشد دراوة فيروس بي يعني ده ما عندهوش فيروس بي بيخش على الكبد يعمل كوراة إلا ما يكون بقى بنديره المدعمات والعلاجات وبيستمر على هذا الإنسان ولكن إحساس الإنسان من الداخل أنهو عنده هذا الفيروس أنهو العلاج وصعب جدا مالهوش علاج يعني حتم يخلصنا منه فكانت يعني أقول لك الطفرة الجميلة أو النظرة الساقبة وإحنا أثناء فيروسي كنا بندي نقول والله أنت تطعيم فيروسي اللي ما عندهوش ما عندهوش به نلحق نديله تطعيم فأصبح الأمور متوازنة وجميلة جدا درنا غالب على الفيروسي بالعلاج ودرنا بالتطعيم درنا أنهونا نحد من انتشاره أو اللي هو ما عندهوش يعني هيتعرض للإصابة فكوننا بنديله تطعيم حتى لا يأخذ المنحنة الآخر أو من عطف الآخر وحضرتك إحنا رسميا جمهورية مصر العربية أعلنت أنه خلاص ما بقاش فيه عندنا مريض فيروسي ولا لسه يعني يعني كنت أعلنها طبعا في حاجات وجوديات لابد من لازم يكون موجودة ولكن إحنا بنقول إحنا كنا فوق طبعا أقصر الدول بقينة دلوقتي ما فيش الحمد لده الحمد لده يعني أصبحت الأمور مستخرة حتى الإعلاج متواجد ومصنع في مصر اللقاحات موجودة لكن طبعا الفيروسي كان له علاجه وما إلى غير سالف كان طبعا كان نحية طفرة يعني أنا شخصيا كطبيب يعني برفع قبعة لصاحب الخرار طبعا كلنا كلنا بنرفع قبعة للرئيس للرئيس وللوزارة الصحة وللوزارة الصحة وللمواطنين والأطفال يعني هم كون المواطن كون يتعاون معنا وبقى ييجي وتفاعل يعني إيه الأمراض غير السارية يعني إحنا عندنا فيه أمراض سارية زي مثلا عندنا السكر والضغط والكوارس اللي بتحصل منهم وده شيء طيب جدا برده تعتبر أمراض المزمنة الأمراض الغير السارية بقى يعني عندنا فيه عندنا أمراض يعني زي الضرن ده مستخد على ناحية كده من الأمراض اللي هي على جانب كده تمام أو محدش ياخد بالي منها أول ويمكن في اعتخادي أن مرء الضرن هيزيد ولكن يما نظرت للمبادرات الجميلة العظمى دي قلت لازم هينحضر تاني هذا هذا المرحنة ويه الضرن يعني هيوبة ينزل لأن رئة هو جهة الرئة ومبادرة الرئيس جهة الرئة رئة الإنسان وغزاها تغزاها جمدة جدا أو ده يعني كل ما تشتهي بمعنى إيبقى نحن عارفين أنت كنت عارف اللي هي مشكلة العشوائيات خش العشوائي في الأكثر خطورة تتلاقي يعشرين واحد في قوضة أو عشر في قوضة اللي نام فوق السرير ونام تحت السرير وكذا 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 وعبارة عن قراب المقوطة من اللا أخلاقيات ومن الفساد ومن الأمراض وكلهم حتى دلوقتي أصبحت كل هذه العشوائيات بعد جنة دلوقتي مدرسة ملعب كورة مثلا الحدائق الجميلة المدارس المباني الفخمة العظيمة جدا اللي طبعا عبارة أصبحت رئة بدل ما كانت مصدر للكوارث مصدر يعني الإجرام مصدر للعدوى مصدر لكذا وكذا فكان قرار جريء أنه هو الوضر العظيم بتاعت الرئيس يعني منظرها من برا احنا بنوها عشوقات وحاجة كده ومن كده وحنا أحياناها من جديد ولكن نظريتنا كطبيب نعم أنه هي احنا كنا الأول كلهم أمراض أمراض تايها وجهل وفأر ومرض يعني طبعا تنقل النقل الجميلة الحضرية دي أصبح الرئة بتاعتهم إحصائيا الأمراض حتى الصدرية قالت عما قبل نعم مع إنشاء مدن الجديدة والعشوئيات وما إلغة إزالت نعم فطبعا هيا هذا الأمر برضو ونرفع قبعة تاني ونرفع قبعة لأنه نجحت مصر في علاج الأمراض غير السرية مجانا آه بالضبط بالضبط 75 بقيت 260 مليار نعم زيادة 47% طبعا ده يعني طيب في حاجة مرة تاني غير الدنم في غير الغير السرية شوف يعني الحياة الأمراض دي كلها يعني كان مقدور عليها برضو نعم ولكن احنا فتشنا عندهم في قلب البيئة الفقيرة اللي هي كانت فقرة نفسها بنفسها والتجمعات اللي هي كانت غير منضبطة وضوء الشمس وغيره وغيره ولكن طبعا يمكن في عندنا المبادرة الجميلة التانية بعد بعد اللي هو بيروسي نعم عندنا اللي هو مبادرة الاكتشاف المبكر للاورام صحيح هنجيل لها جيل لنا واحدة واحدة بسم الله ما شاء الله واحدة واحدة أنا إذا بتقول فرحان جدا بالمبادرات طبعا المبادرات كلها كده عورة عن إشعاعات كلنا فرحانين السبع سنين اللي فاتوا دول حضرتك كلنا فرحانين لذلك لما كتبت وانا كتبت المقالة كتبت حقائق أحمد شهين نكتب حقائق طبعا واحد من أهم كمان المبادرات الهامة جدا هي القضاء على القوائم الانتظار أيها تمام الخاصة بالعمليات الجراحية اللي طبعا ممكن تكون محتاجين عملية جراحية سريعة لإنقاذ حياة الإنسان مظهور ولكن للأسف الشديد كان ممكن يعوده شهور عندك ربعمائة يوم لحد حضرتك من ربعمائة يوم وصلنا إن إحنا نبقى خمستاشر يوم قائمة الانتظار نعم فضل حبيب هو يمكن برضو من ضمن المبادرة هو يعني ديء جانبيا يعني فضل إنه هو أصدر قرار بإنشاء مئة جامعة إذا كان أهلية أو حكومية والهدف من الجامعة إن هي كلية الطب والهدف من جديد الطب المستشفى عشان يكون مستشفى في كل مكان يعني مثلا عندنا في أماكن بصة تلاقي حتى كل المستشفات لها بدل المستشفى الجامعية باقي لها فروع يعني فروع فيه هنا وهنا وهنا وهذا شيء جميل جدا ده رقم واحد عشان برضي يخف الضغط عن الفرع الرئيسي الحاجة التانية يمكن إحنا كنا في اجتماع منذ أسبوعين نتكلم عن قائم الانتظار كان حاجات الهمة جدا في حياة المصري ويمكن توفرها احنا قدرنا ان احنا نسق المجلس الأعلى لجامعات ووزارة الصحة مستشفى وزارة الصحة والمجلس الأعلى لشؤون المستشفى الجامعية ومستشفى وزارة الصحة والتايمين الصحي يعني قدروا بالتوافق بينهم ومبعض هما يعني إلى حد ما يعني يكسروا الحاجز الخطير جدا دول بحيث العملات العاجلة أو العملات طبعا اللي هي بيكون مدلات السح ملل الانتظار ويمكن من بين الكواليس احنا بنقول يعني ازاي ان القيادة السياسية عرفت ان في ان في قوائم انتظار يعني بالبلد ما هماش والمستشفى بتشتغل واحنا شنغلين في الجامعة المعلومة حضرتك اهمية المعلومة حضرتك اهمية المعلومة اللي تصل لفخامة السيد رئيس الفتاح السيسي بالمستشارين الشرفاء اللي بيدوا النصيحة الصحة والمعلومة الصحيحة لابتخاذ القرار الصحيح لا ومش كده وبس كمان يعني هو يعني يعني مجربناه في كل حاجات المشروعات الكبيرة حاض يعني يعينه في كل يعني كما لو كان شنغال معانا نعم نشيط وراجل كان يعني من النشاط والزكاء يبدو ان هو يعني من تخصصه صحيح يعني يعني عينه فحصة وانه يعني ما اعتقدش فيه مشروع تام اللي كان له رأي فيه صحيح اه رأي فيه يعني كان برضو منظوره للقوائم اللي كانت موجودة والناس اللي كانت بتموت وما إلى غير ذلك بدأ نهو يخفف عن كهل كان هناك ناس بتموت كهل اه طبعا الناس الفقر الغلابة اللي هم في الريف مولمش الحوله ولا قواته ملا رحت يا ابن المستشفى ما فيش بيروح رجع البيت المسكين اللي حوله ولا قوة والراجب بيقعد ويقعد يوم اثنين ثلاثة اربعة وينتهوا يموت وخلص دي كلها حضراتكم اللي بتعمل العمليات الجراحية الصعبة دي ما بيدفعوش ولا مليم لا خالص لا لحت عظيم سلام طيب المعلومة المؤكدة ان هي انخفض معدل انتظار العمليات الجراحية من ربعمائة يوم نعم الى نحو خمستاشر يوم بالظبط كده وده طبعا لانقاذ ارواح المصريين اللي عايزين يعملوا عمليات جراحية هامة وده شيء مبهر وشيء عظيم جدا وبرضو يعني من ضمن المبادرات اللي قدرنا ايضا ننجز فيها بشكل كبير المبادرة الرئاسية الكشفة عن الانيميا والتقزم والسمن اه اه بالظبط عندنا الاطفال الصغيرين سن الطفولة ممكن يأثر على زكاؤه يأثر على نشاطه الزهني يعني يكون عنده وديدان مثلا او غيره وغيره فطبعا المجود او النشاط بتاعه بيقل او النشاط البذن بيقل نشاط الزكائي يأثر على نشاط الزهني بتاعه فطبعا كان نظرة برضو جميلة جدا احنا بصنا جينا من جد من بنيا تحتها من جد لها اللي هو الاطفال طبعا دي ممكن نظرة مهمة جدا وعرفنا ايه مسببات هل الانيميا اللي عند الطفل دو هل هو مرض زي انايميا مثلا تكسير الدم او نيميا المتوسط او غيره ولا هي نتيجة طفليات طبعا بالفحوص طبعا كلهم طبعا اللي عندهم مثلا حاجات داخل بطن من ديدان او غيره او غيره بياخد علاج طبعا بيبارس نشاطه بقى بيبارس زهنه وكل حاب بالنسبة الامراض التانية بيكون لها علاج اخر داخل المستشفىات والمهم الفحص المبدئي او الفحص الاولي اللي هو يوصلنا ليه هو عنده انايميا نعم انايم طبعا اعتبر روح الانسان يعني انايميا معناها الكسجين ملخفض اعظم معناها هيموجلبين ملخفض كلمة هيموجلبين اللي هو بيشيه الكسجين اللي الجسم كله بنخفض برضه الكسجين بأسرع لزكاء ونشاطه وما الى غير ذلك تو بالنسبة للتخزم والسمنة والتخزم طبعا التخزم يما يكون مبدئي اذا كان اولي يمكن انقاذ الطفل لكن لو تركناه كارثة كبيرة نعم ممكن يبقى كما التخزم طبعا ده ده حكاية اخرى تشمل بين بين الكشف المبدئي على الاطفال من احت برضه الانيميا الهموجلبين الطفاليات وما الى غير ذلك والغد الغد الضرقية طبعا من ضمن الحاجات بالسباب لو احنا اتركنا هذا الامر من فحص الغد وهو على اخره طبعا ده بيعتبر كورثة كبيرة جدا انت عارف ان الغد تأثر على الزكاء تكزن ورضه من ضمن شمولياتها طبعا النمو والمعقول نعم الحاجات ده كلها طبعا تم الكشف عنها والفحص عنها اللي عنده اي سلبيات من هذه الامور بيعالج منها كان استهدافت 12 مليون طالب على مستوى الجمهورية تمام جميل وخصصت 225 عيادة تأمين صحي لعلاج المصابين بالانيميا والتقزن والسمة تمام لا شيء طيب جدا مش هنرزي ازاي بقى يعني ازاي وزارة الصحة بتحدد عيادات 225 عيادة تأمين صحي يعني ايه الكلمة دي 225 عيادة تأمين صحي ان هي دخلة في منظومة التأمين الصحي تأمين الصحي طبعا ده حكاية تانية لا حنخش لها خلينا واحدة واحدة احنا من ناخد المبادرات واحدة واحدة ونروح بقى الحاجات الكبيرة التأمين الصحي في حد ذاته لما بنخش فعندنا كذا يعني الطفل بيخش بيخش اولا في عيادة الاطفال او اذا كان عيادة مثلا كده هو واول فيه عندنا تحليل طبية وبعدين عيادات اخرى كان تكتر بتكشب عليه اذا كان برضو منظور اذا كان طوله غير مناسب بيخش طبعا عيادة الغدد او مثلا عنده او مرض معين عنده او اناميا معين عنده بيخش امراض الدم مثلا يعني كل بيكون فيه مثلا الوحدة الوحدة من التأمين الصحي نعم بيكون فيها كذا عيادة ملايادات المتخصصة وده شيء جميل جدا يكون كل شيء بتخصص دكتور كل حاجة بنذكرها النهاردة وانجازات على ارض الواقع في مصر في خلال هذه المبادرات كانت كلها ببلاشة ولا زالت ببلاشة وما زالت ببلاشة كل الانجازات دي واني نستهدف يبقى فيه عندنا 225 عيادة واني الاطباء والممردين اللي موجودين لاستقبال الاطفال المئة وعشرين مليون طالب اللي مستهدفين كل ده أصبح في كل مدرسة فيه دكتور دلوقت كل مدرسة يعني ده شيء عظيم جدا يعني كل مدرسة صغيرة بيكون فيها حكيمة مثلا أو أو ممرضة المدرسة اللي هي كده هون بيكون فيها دكتور نعم فده شيء هايل جدا يعني للدرجة حتى لو لو الطفل حتى في الملعب أو بيجري أو وقع أو غيره اتلاقي اللي يسحفه في الحال عظيم فده يعني شيء يعني من ضمن المبادرات الهامة جدا أيضا لأطفالنا وهي مبادرة نور حياة اللي كانت بتستهدف في علاج خمسة مليون طالب خمسة مليون طالب دي خدت مليون في المرحلة الابتدائية في المرحلة الابتدائية دي خدت مليون خمسة مليون طالب دي خدت مليون مليون مليار جنيه من صندوق تحيا مصر طبعا عشان يكفي العدد اللي هو الخمسة مليون وده شيء طيف جدا طبعا ده خلاف يعني كلمة يعني يعني احنا عملنا كتير او فلوس كتير بس الموازنة فطبعا بناخد من تحيا مصر على اساس ان احنا بعد كده ننتبه ان احنا نمشى نفس المسير يكون في موارد اخرى نعم انه عشان نمشي في نفس المسير عشان نحقل هذا بتاعنا الحياة طبعا احكاية ضعف البصر او ممكن ضعف او فخدان البصر ممكن يعني فوق رجل فقير يعني طالب فقير يعني بيجيون مثلا نقص فيتامين الف والعشان ليلي او النظر يضعف بحيث انه ممكن في المراحل اخرى يعني يصب بالعمل بنحلق بسرعة اذا كان عنده نقص فيتامين او انامية او غيره وغيره من الدين وغيره بتاعه اذا كان عنده مشاكل في العين بنلحق نديره ونعمل له نظارة اذا كان فيه عمليات لدرجة ان المبادرة الرئاسية سخرت مستشفيات القوات المسلحة لهذا الامر ده شيء مبهر صحيح يعني مشاش في قوات المسلحة اللي هي يعني حاجة عظيمة جدا بدأ تفتح ابوابها العمليات للطالب الصغير او للتلميذ قبل ما يكبر ممكن كانت تضيع عينه ومش ياخد بقى عين يعني نظره ضعيفه خلاص اهو شايف يجي بص للصبورة والاستاذ يضرابه وغيره اهو شايف فمأساة يجي بقى الدكتوري كشب عليه ده نظره كذا 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 يعملون الظهرة الطالب مبسوط انك وضحت الرأي اهو قدامه او اذا كان له عملية بننحق هاله بحيث ده يوصاب بعد كده لذلك بنقول اهنا حتى نصل بمصر انه هي خالية من الاعاق البصري تمام ده شيء مبهر زي يقول مصر خالية من الفيروس نعم نفس الجمال ده بنحطه على العين وفي اجمل بالعين بقى وكون الطفل يبقى كده مبسوط وشاف له قدام وهو الاخره وبالفعل تم تخصيص مليون نظارة عشان الطلاب اللي نظرهم ضعيف عشان نعمل لهم النظارة ونجمهم النظارة وكمان كانوا انا فاكر المنظومة دي كان عندي ضيف كان كمان بيقدموا لهم الوان الوان للنظارات اختار اللون الازراء اللون الاحبر يعني دلع جميل جدا طبعا بالاضافة للعدسة نفسها اللي هي بتاعت المنظارة ده نهي بقى العملات المراحية ومهويرين عشان انقذهم من هما يمشوا لو حدش يخدش باله منهم يمشوا يفقد نظره طيب نخش بقى على المنظومة الخاصة أو المبادر الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر المبكر عن الأمراض السرطان الثاني طبعا دي الحقيقة منظومة يعني احنا بقول سرطان الثاد الساد علميا ووجد كان آخر إحصائية أكتر من ربعهم ربع النساء يصابهم بصرطان الثاني 25% ويمكن قد يزيل عن ذلك يعني هو المبادرة كانت بتستهدف كشف على 28 مليون مرأة مصر بالضبط بالضبط كده لهم في سن لهم في سن الإنجاب يعني تمام طبعا بلا شك المبادرة دي كانت يعني كانت مهمة جدا جدا يعني ممكن عندنا الكشف المبكر ده يعتبر طوق النجاح من الوقوع أو الانزلق في السرطان والعزب الله نعم وإحنا بقول السرطان طبعا يعني زجي الإنسان طبعا ده مشكلة تانية بقى علاج وطبعا ومأساة للأسرة والمريض وإلى غير ذلك بنا يشفي كل مريض أو كل مريض يا رب لذلك إحنا بنقول كشف المبكر قبل ما المرض يكون يتواجد إحنا على طول بيكون عندنا علم بيه وبنديها بيكون علاج بسيط جدا كشف المبكر حاجة اسمها طيمر ماركر أو بيسموها بالعربي كواشف الكواشف اللي يتواجد لنا على السرطان تمام وده عن طريق دم للاكتشاف المبكر بهذا المرض بهذا المرض وكل ما نكتشفه بدري أكتر كل ما يبقى علاج ما فيه علاجه بسيط جدا وكان شائع لم يكن أسرع لكن طبعا لو أهملت مثلا أو ظهرت من شاء كده بس حتى أو أخفت عن هذا الأمر طب متخش في ديلمة طبعا أو في مشاكل طبعا معروف نهايتها إيه ومشاكلها إيه أسريا واجتماعيا ونفسيا ونفسيا وفي الآخر طبعا المريض فطبعا ديه برضو من حاجات مش عارف يعني أقول يعني أرفع قبعة الإيه ولا الإيه ولا الحقيقة طبعا كلها كانت لصالح المواطن ويمكن حتى يعني يمكن سبأ من أعزي نسبة الأحداث اللي إحنا فيه نعم من كورون نعم يعني وحدة 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 خلينا ماشيين مش عارف أسبوك خلينا شوية شوية مع المواطن يفهم إيه اللي حصل في السبع سنين وحدة وحدة إيه المبادرات وبعدين نوصل بعد كده هو فكرة كلها أي ولكن أنا أصلا أصلاً يعني أنا بنتهز دا حداك متخصص ودكتور فبنشرح أكتر ونوعي أكتر مش بس بقول المبادرة وخلاص لأ حداك تفهمنا أكتر وأكتر بعد إذنك طبعا سرطان السادي عند المرأة ده بيجي في أي سن مش في سن معين يعني كلما يعني هو شب بقى فيه برضه مقاعدة عندنا لو الأم عندها سرطان سادي لازم كل البنات ولدها لازم لازم يكشفوا أنه يعني يقال أنه يعني الجنات بتلع علاج دوره نعم يعني مثلا زكاة الأم عندها لازم الكل ومن هذا بنرسم لها خريطة فكل البنات لازم تكشف عن الجين اللي هو بيعمل الجين اللي هو بيعمل إذا لأنهم كلهم نفس الجين بيأخذوا علاج مبكر والأمور بتعدل 14 نرات دكتور إيه سببه ده يعني معلش السرطان ده حكاية كبيرة وليه دايما سرطان السادي يعني ما بيجيش مثلا في حتة تالية لا 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 بيجي في أي مكان بس إحنا مشهورين أوي بالأمور بس هو أشهرهم يعني أشهرهم حتى دائما كان سؤال عندنا في البكريليوس اللي هازم يجينا سؤال فيه سرطان السادي طبعا عشان يعني تمكنه وعشان طبعا ده يعني مورن السورة ومتشر على بجميع عنحاء العالم آه طبعا على يمكن دول الأوروبية أكثر مننا يعني يمكن دول الأوروبية ما هواش نتيجة كذا أو كذا أو كذا يعني هو طبعا هل في سبب الأسباب تخلي أنه هذا المرض يبقى قليل في بلد عن بلد تانية في أسباب معينة نقدر نقولها والله هو يعني في الدول المتقدمة أكتر مننا هنا لكن طبعا إحنا بنقول هل في سبب الأكل لا ممكن التلوث يعني أسباب كتيرة وليس تقاطع يعني مثلا عندنا التلوث الأكل مثلا رخائق البطاطس مثلا أو الحاجات اللي هي فيها مقليات ده يعني دي ضمن أسباب الجنبية ممكن التلوث اللي هو جاي من الحر يعني حرق الزبالة أو غيره وغيره اللي هو البلاستيكات بسرح يعني إحنا كنا أيام زمان وإحنا نتوقعهاش إنت أنا نتوقعه كنا نتوقعه كنا نتوقعه كنا نتوقعه مثلا بطاطس أو فاك أو غيره ويدي له كيس ورعه لا أنا فاكر كويس أول حضرتك أولي واحد ياخده وتعطباطه ويمشي صحيح النهاردة كيس بلاستيك لو اثنين تلات كاس بلاستيك في قلبي كيس بلاستيك مش عارف في قلبي كيس بلاستيك نيجي بقى البلاستيك بروح فين؟ من الرميد الرميد هون بيطلع منه غازين من ضمنهم غاز مصرطن من ضمن الغازات اللي هي طبعا يعني العوادم دي كلها طبعا بيكون مصرطنها ضمن الأمثلة اللي هي يعني تحضرنا الآن يعني ولكن إننا حط الفكهة أو البطاطس أو أي حاجة جوة كيس عشان نوصل لغاية البيت ده مش مضر مبدلية لا لا عادي لا بشيء حاجة ده مش مضر مبدلية برضو أنصح نصيحة برضو في بعض البلاستيكات اللي دهها غمئة وشكلها شين كده غمئة يعني البلايمرات عندها مش ماسكة بعضها قوي فممكن تحط الفكهة تروح إيه وتتلاوس البلايمرات اللي فات روح جاي على الفكهة اللي انت شاريه لذلك من ضمن المواصفات بيكون البلاستيك لامع لامع وشفاف كده إيه يعني أصفر أين أصفر بس إيه يعني بيلمع كده الغامة الكابة دوا أولو الله أو الكياس الصمرة طاعت الزبالة اللي يعني ده بتيجي خباطة كده تطلع ريحة وميرو دي الحاجات ده ده من الحاجات اللي هي ده اللي هو الواحد بخاف منها فيها التلوث اللي هم جنتم عن التلوث أكتر يعني طب بما إنا حضرتك بقى فتحت موضوع البلاستيكيات ده يعني إيه رأي حضرتك برضو في نحن دلوقتي حضرتك طبعا عدد مش كبير من المواطنين المصريين اللي بيشتروا الأزايز المية المعدنية الأزايز المية البلاستيكية طبعا الأزايز المية البلاستيكية دي بتكون قردي محطوطة أو بتخزنة يمكن بره المحل فممكن الشمس طول الوقت تتعرض لها أو كثير مننا يشتري إزازة وتحط في العربية وينساها فالشمس تخبط فيها طول اليوم هذه العفعال اللي ممكن تكون ضد صحتنا سلوكيات الخاطئة اللي ممكن تكون ضد صحة الإنسان هل ده ممكن يعرض الإنسان للسرطان؟ أولا الحاجة اللي انت بقى فعلا تكملة مهمة جدا للسؤال دوان إن فيه ناس مثل العمال أبسط تلاقي معاهم اللي هو الإزازة البلاستيك دي وده أنه يقضي شرف فيها أسبوع لحد ما تتبري وتبقى إيه حجمها يضيع كل ما تنبري حجمها يضيع البولارومي كلها عملة تحط في المي الحجمها قدامه طب ليه قلب بصغر خالص بلاوه بقى بصوش في قلب المي فين يقولها دكتور تحليم؟ فين حضرتك الإزازة في المية في التلاجة الإزازة عشان تشرف وتنظيفها وتنظفها تعقامها لذلك حتى بعض الأحيان يعني بذكر بقى ذكر إحكاة المعادن بقى بعض الناس بيحطوا من اللبن في قلب إناء معدني من الألمونيوم من الألمونيوم طبوس تلاقي اللبن له طعم من الألمونيوم ده كارسة كبيرة الألمونيوم المصنع ما هوش ألمونيوم صافي فيه معه بقى حديد خرده وحاجات ده كله فطبعا لذلك أيما تنظيفوا الألمونيوم اللي هو مظبوط وغلاف المظبوط المظبوط لا ألمونيوم إيه جميلة كده وشكلها يعني أبيض عن أبيض الثانية تلاقي كده مرة أكلت مرة واثنين تلاقي يتخربقت كده بقى فهله ناصمة هو ده التلوي هو دوا الحديد الخرده الحديد الملاوسات الأخرى اللي بتصاب نهيك عن هذا الأمر نيجي نشرب لبن أو حطوه الطبيق أو صلطة في قلب إناء في قلب إناء الألمونيوم الألمونيوم ده يعمل الزهايمر يعني يعني كانوا يحكى أيام زمان إن كان فيه بعض كان نابليون كان ضمن انتشاره في البلاد كانوا بشربهم المية من اللي حكيتك كانت الألمونيوم وما إلى غير ذلك نعم فالجنود أصابهم بعد الزهول يعني الزهايمر بدأ يعني خلايا المخت أصرت نعم طبعا بنقولهم برضو ضمن نصيح حضرتك الجميلة دي نعم بنقولهم برضو الأولى الألمونيوم ما يصحش أبدا حط فيها لا لبن ولا مخللات إنه طبعا لبن فيه كالسوم بيتفعل معاه والمخللات فيها أملاح بيتخلى الألمونيوم إذا كانش الألمونيوم دوا نمنعه نهائي من إن إحنا نحط فيه الحاجات دي في الدلاجة اللهم يقول لي طبعا وعارفين الألمونيوم اللي هو يكون زي ما قلت اللي هو أنت يعرف الألمونيوم الصحية من غير الصحية بالحاجة اللي أنا أرتهدين دكتور أنا ما عليش هتعيبك من النهاردة معايا في الفاقرة بعد النهاردة نعم إحنا جايين نتكلم على المبادرات الرئيسة عفتاح السيسي والسبع سنين اللي فاتوا والإنجاز الكبير اللي بيحصل فيه حياتنا في مجال الصحة لكن ما عليش يعني هتعيبك نحاس إلك كتير هناخد بقى إيه رست نعم حتدك بس ناخد نفسنا مع بعض إنها Isma حضرتك ربنا يديك الصحة نعم 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 نحا ونروح لفاصل ونرجع تاك ببعد رجال فاصل وراجعين حالا بنحتفل مع بعض يا مصريين بالإنجازات الكثيرة اللي قدرنا نعملها بالإيد المصرية والشباب المصري والأطباء المصريين وكل فرد من أفراد المئة مليون مواطن مصري بالإنجازات الكثيرة اللي عملناها في خلال السبع سنين دي اللي فاتت يعني في ظل رئاسة شخامة السيد رئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية للسبع سنين اللي فاتوا وطبعاً إحنا مركزين في هذه الفقرة عن النواحي الصحية طبعاً أنا عارف أن أنا بتديت أتقل على ضيفي الدكتور بأننا بدلاً ما نقعد نتكلم في المبادرات بس لأ ده أنا بستعين كمان بأنه هو دكتور فبيفهمنا أكثر وأكثر آخر حاجة اتكلمنا فيها عن مبادرة صحة المرأة عكزة اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وتستهدف الكشف على 28 مليون مرأة على مستوى الجمهورية للكشف عن السرطان الثدي فمن الموضوع ده ابتديني نخش بقى إيه أسباب أساساً سرطان بشكل عام الدكتور أحمد شاهين عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأستاذ علم الفيروسات منورنا فندم وأنا خدنا رست أرجع تاني للسؤال اللي أنا كنت بسأله حكاية إن إحنا كتير مننا مش كل المصريين طبعاً بيستخدموا الأزايز المياة المعدنية دي البلاستيك بس عدد كبير مننا برضو بيستخدمها وممكن يحطها في العربية تتعرض للشمس في المخازن خطر هذا الموضوع بالإضافة كمان إن عدد كبير جداً من المنتجات كمان بقت بحطوطة في بلاستيك زي اللبن زي العصاير زي يعني كله بقى بلاستيك غير الكياس اللي إحنا بناخد فيها الخضار والفكهة والمنتجات بتاعتنا لا بقت في حاجات كتير منتجات كلها بلاستيك في بلاستيك خطولة ده إيه؟ أولاً يعني هو لو حاجنا نقسم السؤال بتاع حضرتك نقسمه تأسامات كتيرة جداً بنسبة للخضار بنسبة الكيس اللي احنا بنشيل فيه زي ما حنا قلنا لازم الكيس يكون لامع ما فيش فيه اتغمامة إياها ديًا كلمة اتغمامة يعني ايه في التصنيع؟ أو التصنيع اللي هو تحت السلم بير السلم وإيه طبعا ده مشكلة فيه النادة؟ آه ده خلاص تمام بالنسبة للبن أو غير وغير وهو طبعا المصنع بقوله والله أنا اللبن ده له تاريخ معين تبدأ فيه وتنتهي فيه صحيح يعني مثلاً أسبوع وخلاص مثلاً يعني أو ثلاثة يام والاكسبير بتاعهم يكون السن الموجود صحيح طبعاً بتلتازم انت بتعليمات دي خلاص الأمور تبقى طبعية آه فما فيش مشكلة لا بدون أيما أشتري علبة بلاستيك أو إزازة بلاستيك وفيها لبن أطفال ما فيش مشكلة بالضبط طالما بالتزم به آه التزمنا بالاكسبير ديت أو اللي هو الصلاحية الصلاحية بتاعته تاريخ الانتهاء الصلاحية انتهاء الصلاحية طبعاً يصبر منقذ لك وانت بتنفذ تعليمات والتعليمات دي فعلاً بكون صدقة عن تجارب لأن عندنا لحية وزارة الصحة عنها منظم هائية الصحة هائية الأدوية والغزاء أو هائية الغزاء يعني عنها زي الصقر بالضبط في تحديد الموعيد وتحديد الكسبير وحاجة زي كده عظيم بالنسبة بقى أنا أخدت شريت إزازة مية وبعدين طبعاً إزازة المية دي زي ما قلت لبعض العاملين بدانوا يشرب منها ويحتفظ بيها هو يدوب يتلاقوا إزازة مية نظيف فدانوا يشرب منها لحد ما الإزازة دي تنكمش فده خطر طب راحت فين هي دي دي معناها أن البليومارات اللي فيها دي بدأت تتساخت في المية فطبعاً الاستدامة فيها بقى أنا مش عاوز أخوف الناس الاستدامة فيها مثلاً مدة طويلة ممكن تئزي تئزي الأمر نيجي الأخير يقولك ده عنده والعزو بلاس سرطان في حتة الفوينية في الجهاز الهضمي أو هنا أو هنا أو هنا نيجي ندور على السبب ممكن ممكن لأسباب ضعيفة بس إيه لفترة بعيدة مش أنه مجرد ما يشرب يبقى خلاص خلاص أنتهى الأمر لا أنه هو الاستخدام المتكرر أو السلوك السيء المتكرر لفترة طويلة أو بعيدة نيجي مثلاً لو مثلاً أنا عندي في العربية مثلاً إزازة مثلاً موجودة يعني ساخنة كمان صحيح وخصوصاً إحنا في الصيف دلوقتي دلوقتي الحرارة بتبقى كبيرة جداً أو زيادة ولكنها لا ترقها لا ينتسبب اللهم إلا الاستدامة يعني مثلاً استدامة أشره ما يساخنة دياً على طول على طول مثلاً فترة طويل طبعاً ده هنا الخطر لكن حصل مرة مثلاً أو غيره يعني بس نقول خذ عذركم ما نقولش والله يعني مثلاً نحذر ونقول والله نحن طبعاً لكنها لا ترقها أنها تسبب مش من أول مرة أو تانى مرة تسبب هذا الأمر الخطير يعني نحن كنا في الفصل حدق بسشرح لي أن خطورة أساساً أن يكون فيه إزازة مية صغيرة في العربية نعم حدق بسشرح لي خطورة أن يبقى فيه إزازة مية أساساً صغيرة في العربية يعني بيه برضو يعني الحقيقة برضو بقول لأخي المواطن دايماً دايماً الأسرة وراء في الكورس الوراني فيه إزازة صغيرة معايا إزازة مية بعد ما أشرب أو حتى الموجود فيه مية برميها تحت الرجلين خلافلك الإزازة دي ممكن تسحف روايداً روايداً تحت كورسي اللي بسوء العربية لحد ما تيجي وتروح راكنا تحت الفرامل ييجي وقت الزن أي عايزي فرمل بسرعة يتلاقي الإزازة تحت الفرمل فبالتالي ما يدرش يتحكم في نفسه فيحدث ما لم يقوم ما لم يعقوم في العميق والحزبان صحيح فطبعاً ده برضاً خلى بينها حاجة خطر جداً طبعاً جداً محدش يرمي إزازة الإزازة دي يكون في مكان أمين في ظهر كورسي ما تنسحفش ده ينطبق على الميكروبس وينطبق على عربيات النقل اللي بتنقل ينطبق على كل الناس مش بس الملاكي ييجي تاك على الفرامل في وقت الأزمة ما يقدرش يملك نفسه يحدث صحيح صحيح نيجي بقى لحلم المصريين وحلم أي دولة متقدمة في العالم بما فيهم الأكبر دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية وهو منظومة التأمين الصحي نعم ومنظومة التأمين الصحي المراضي في خلال السبع سنين اللي فاتوا حضرتك واخدنها بشكل جدي جداً عن قبل كده صحيح قبل كده كنا بنقول آه تأمين لكن ما بنشوفش تأمين بشكل صحيح نعم المرة دي في تخصيص مية وعشرين مليار جنيه عشان التأمين الصحي ينفذ بشكل قوي تمام وبإذن الله تعالى في خلال خمستاشر سنة أو يمكن أقل نقدر يبقى فيه تأمين صحي عظيم في مصر أولاً مظلة التأمين الصحي يعني تعتبر من الأهمية بمكان وكلمة مظلة يعني حماية وكلمة حماية يعني إنقاذ من ويلات المرض يمكن بدأتنا التجربة في بورسعيد تحيه ويمكن يقولك أنت هتعرف في إيريزان ده يعني ده مئة مليون أقول له من قاعدة البيانات اللي عندنا عندنا أصبح عندنا قاعدة البيانات لتسعين مليون مواطن كله ومن خلال حتى من خلال الناس اللي هم تحت اسمها الكفاية اللي هم الحياة كريمة أصدق لا حياة اللي في حاجة كريمة خلافها وكفاية باين أو كفاية اللي هم الناس اللي بياخدوا إعانة من الحكومة يعني فبالتالي دوري غير مولزمين أن هم يدفعهم أي دفع في المنظومة اللي هتعمل المنظومة اللي هتعمل فيها دفع بسيط للمواطن وأعتقد طبعا دفع دوني يعتبر موارد لإحياء المشروع كيف وقرامة أصدق؟ أيه؟ آه آه تمام بالضبط كده آه المنظومة دي ساعدت بشكل كبير أنك أنت تبقى عندك قعد البيانات لكل البشرية آه مش بس كمان المبادرات دي حضرتك كمان المبادرات كمان الصحية دي اللي احنا مرنا بيها تمام لأن كل واحد بنكشف عليه إذا كان طفل أو إذا كانت سيدة عندها للأسف يعني سرطان يعني والقضاء على فيروس سيم احنا كشفنا على خمسين مليون كل واحد من دول احتدى يبقى عندنا ملفات خاصة به وما يستجد كمان آه يعني ما يستجد طبعا أنه حكيت أنه المنظومة أو التحول الرقمي نعم كان له فايدة العظيمة جدا من تنسيق الناس وعارفين احنا بنعمل ايه بالضبط نعم أن العمل يكون كده جماعي وطبعا إذا كان عمل يعني بثقة ومنظم ده يكون من أثر نجاحه ومن ضمن البروسيجر أو الخطوات التي اتخذتها منظومة التأمين الصحي اللي بالفعل تمت في برسعيد أنه كانوا بينادوا على المواطنين أو بيطلبوا المواطنين وهم يروحوا يسجلوا اسمهم آه نعم صح كده؟ يعني لا أنا أعرف طبعا يعني التأمين الصحي الشامل أصل تأمين الصحي بتاع برسعيد أو الوصر طبعا هما أخاموا المنظمة يعني أنا كنت طبعا كطبيب من الأطباء مدروح نباشر ومرجع طبعا ده يعتبر يعني أهم حاجة عندي نجاح المنظومة لها دعائم النظام مثلا عارفين مين بياخد ومين بياخدش مين هما الفئة المتضررة مين هما الفئة اللي لازم نحن نكون بننظر لها بعين الاهتمام حاجات ده كلها يعني ما يكون لو احنا قسمنا الفئات اللي هي الفئات الأكثر فقرا أو الأكثر احتياجا دول هنديهم التأمين الصحي مجانا مئة في المئة دول بقى يكونوا يعني ما فيش فيهم حد هيفا طبقة اللي أكتر من كده شوية أو كل منا تصاعد في الطبقات المتوسط أو الغاني أو ده الخدمات بتقلي لحد ما نعم ولا أنا غلطان لا الخدمات هي واحدة ولأنه هو بيدفع اللي هو المواطن بيدفع عشرة في المئة أي كلمة إنه بيدفع عشرة في المئة يعني شيء طيب جدا واعتقد فيه نوع من الناس اللي عندهم مرفاهية يعني مش يعني مش هيكونوا إلى حد ما يعني نعم لكن طبعا المستهدف المستهدف من الناس اللي هو الطبقة اللي هي الفقيرة والطبقة الأكثر فقرا والطبقة المتوسطة دي في العين في الاعتبار والأساس وكل حاجة ولو إنه طبعا شاف لو الناس حتى إن بكرة التأمين الصحي يثبت جذرته ويثبت كفاءته بحيث إنه هم هم الكبار هم اللي يجيوه لحد التأمين الصحي كمانا وبناءا عليه إحنا بتدينا نطور في عدد كبير من المستشفيات وبناء عدد كبير من العيادات والمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية عشان المنظومة دي تكمل عشان الخدمة توصل لكل مواطن في بصر المستشفيات طبعا هتكتر أجوى أوي أوي إن مستشفى الجامعة أي جامعة من الجامعات بكلها مستشفى واثنين وثلاثة وفي أماكن متبعدة يعني عند شمس مثلا لها في القيارة وفي العبور مثلا عندنا في الزائزيق مثلا في الزائزيق وفي العاشر من رمضان فأصبح كل حتى كل الألات منها نحنا بنكتر المستشفيات طبعا بكل صالح دكتور سريعا ما إسليش تقريبا غير ثلاثة أربع دقائق فقط إزاي هذا الكم من المجهود اللي تحصل في سبع سنين اللي فاتوا دول من المبادرات رئيس عفتاح السيسي لصحة المواطنين هذه مجموعة المبادرات قدرت ساعدتنا في إن إحنا مقف أمام وباء فيروس كورونا الحياة طبعا المبادرات كانت نجحة لأن طبعا فيروس كورونا دولا بيأثر على مناعة الجسم فما يكون واحد عنده مرض مزمن أو عنده سكر طبعا مهيئ إن هو يكون يصاب وبالتالي بينشر العدوى طبعا كل الحاجات دي كلها كان لها رد فعل بالنسبة الناس اللي عندهم فيروسي أو اللي عندهم بداية فيروسي أو أنت عمر فيروسي بيكون عندهم منع أكبر فبالتالي كلها رد فعلها صحة المواطن كل دي لها مرضاتها العظيمة جدا ويعني لأن كورونا الحقيقة علمنا كان أكبر أستاذ علمنا إزاي يعني إزاي انتكافه وإزاي وكل يوم يطلع بشكل جديد طبعا ويمكن حتى حاليا دلوقتي إذا قلت من استكمالا لما مضى مبادرة سيدة الرئيس في التطعيم إن هو بدأ يصنع جعل من مصر موطن وطن صنعت التطعيم في مصر ولم تكن مصر تصنع بس ولكن تصنع وتصدر فده يعتبر مصر في يعني طبعا يعتبر فخر لنا جميعا صدر جميع الدول الإفريقية احنا يمكن حتى كان آخر القرار من رئيس الوزراء قال عزيم أنه في آخر سنة 21 هيكون عندنا 90 مليون جرعة لمصر ولدول إفريقية أو للتصدير طبعا كان المدينة الدواء اللي بنبتخر بيها بنرفع القبعة لها الفاكسينة اللي هي المصلة واللقاح اللي هي قاعدة تصنيع في العالم كله اللي عندنا في مصر هنا كون إن هي الصنع وتكنونيجيا جديدة جت لها طبعا يوجد شيء عظيم جدا يروح المطار النهاردة وبكرة هتلاقي نحن إن شاء الله ربنا كرمنا في حاجات جت لنا من شهرين في مطار الخير الدولي النهاردة خلاص ما عادش هاجينا إحنا اللي هنصنع وإحنا على سوعدنا هننتج لبلدنا وإحنا هنعمل كذا وكذا فطبعا شيء فخر أنا بفتخر به أنا بصنع وأصدر للعالم للعالم اللي عايز أو دول إفريقية كلها فطبعا ده شيء بطبعا أرخص طبعا أحسن ويوفر لي طبعا الدخل القومي لياه دكتور أحمد حضرك أستاذ علم الفيروسات تفتكر فيروس كورونا ده حيستمر معنا كم سنة؟ هو فيه بعد بعض العلماء قالهم حد سن 22 حد عظي سنة 22 فيه بعض العلماء قالهم الحد سن عشر سنين فيما بعد لأنه كل يوم ده قول العالم ده قول العالم ولكن كل يوم الفيروس الفيروس يطعب شكل شكل في أوروبا اللوات تحورات التحورات التحورات يعني كان عشر 23 تحور ظهر في إنجلترا كارسة كبيرة ومبناء مش ملاحقين عمل يجري هنا وهنا غير الهند سريع الهند حصل مش طفرة واحدة طفرتين أو ثلاثة كمان لذلك سموه ديلتا فيروس ديلتا كورونا اللي هو بيكون أبشع وأشرس وأسرع والمشكلة أنه هو تنقل لبريطانيا وفرنسا حاليا داته بتحاول إن هي تقفل حدود تقفل حدود بين بين الاتنين فإذن وهنا التطعيم كان له الأسر العظيم جدا نعم أنه يعتبر طوخ النجاة أنا بقول آخر كلمة بقولها أن التطعيم هو طوخ النجاة ولابد الكل يطعم أنا أبسط جدا إن ثلاثة مليون ونص الطعمه بالفعل في مصر أنا عايز دولي بأسرع ما يكون والناس أصبعا دون وعي وعي المواطن هو أحسن 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 لقاح وبعدين في ناس بيقولهم لقاح كذا أو لقاح كذا نحن لا نملك رفاهية رفاهية اللقاحات ولكن لأن جميع اللقاحات إن موجودة كلها بتحفز الجهاز المناعي للإنسان ضد الفيروس أي تطعيم عما تاخده هيحفز جهاز المناعي بتاعه في ناس ظهرت بعض النواحي الجانبية نعم من سخنية أو غيره والناس بقى تخاف لهم يا جماعة ما تخافوش التفاعلات الجانبية دي ما هي إلا مؤشر طيب لفاعلية التطعيم وأنه هو رد فعلي محتمل للجهاز المناعي ضد التطعيم آخر سؤال سريعا حسنون خلاص والفاعلة واليوم بتاعي خلص اللي جاله وباء فيروس كورونا والحمد لله ربنا شفاه والحمد لله بقى كويس ياخد التطعيم بعد قد ياخد التطعيم بعد ثلاث تشهر من زوال كل الأهراض من التعافي كلمة تعافي عشر تيام من زوال الأهراض بعد التعافي بثلاث تشهر نحن بقول الحوامل ما تتطعموش الست اللي هي مرضعة ستة شهر من مدات الرضعة ما تتطعمش برضو الناس اللي عندهم أمراض كذا وكذا وكذا برضو بدلا تطعيم ولكن أنا بقول الأمراض اللي هي مزمنة سكر والضغط وغيره وغيره ياخدهم التطعيم الروسي قضي الصيني التطعيم الصيني طبعا مضعفاته قليلة جدا أنا شخصيا واحد من الناس ما تطعم تطعيم صيني ولا يعني لم يحدث أي شيء فطبعا يعني الصين اعتبر دكتور أحمد شهين هدو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأستاذ علم الفيروسات دورتنا وشرفتنا فندم وكان ليه الشرف أن نكون مع حضرتك كفندم شرف لنا كتير جدا طب بنا ديك الصحة والعافية وتجلنا تاني وتنورنا تاني وانواعي الناس أفتر وأفتر أولي القناة يعني الحية الميزة لفيها بتود المعلومة البسيطة للمشاهد الحمد لله وده شيء عظيم جدا يعني الحمد لله نورتنا فندم شكرا لك شكرا جرام ده كان يومنا النهاردة في صفحة جديدة وبكرة نفتح صفحة جديدة بإذن الله تعالى في سنة جديدة أثناء تولي سيد رئيسة فتاح السيسي أو فخامة سيد رئيسة فتاح السيسي رئاسة مصر نعمل أكثر نشتغل أكثر نحب بلدنا أكثر نوعي أكثر وإن شاء الله يعني كلنا نحتفل بالجمهورية الجديدة لجمهورية مصر العربية تصبح على خير